في التاريخ قصة فريدة في التاريخ تعامل رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه القصة تعامل فريد في التاريخ تعامل فضيل ومهم جدا في التاريخ القصة أن المشركين بعدما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة المنورة أقاموا حروبا ضد رسول الله وفرضوها على رسول الله جاءوا مئات الكيلومترات من مكة المكرمة بخيولهم وأسلحتهم ورجالهم ليقتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله ويقتلعوا الإسلام من جذوره حتى لا يبقى إسلام أصلا ففي مفتتح الحروب كانت حرب بادر جاءوا إلى بادر منطقة قريبة من المدينة المنورة وخرج رسول الله صلى الله عليه وآله بقلة من الأصحاب هم ثلاثمائة وثلاثة عشر أكثرهم أزل من السلاح ومن الخيول والمشركون أضعاف عدد المسلمين كلهم على خيولهم ومدججون بأنواع الأسلحة ووقعت حرب بادر بين المسلمين وبين المشركين من جانب المشركين ظلما وعدوانا ومن جانب المسلمين بقيادة شخص رسول الله صلى الله عليه وآله حيث كان متواجدا في الجبهة من جانبهم دفاعا عن الإسلام وانتهت الحرب بأن الله سبحانه وتعالى نصر رسول الله صلى الله عليه وآله ونصر المسلمين وانكسر الكفار فتكبدوا الكفار خسائر في الأرواح وفي الأموال وانهزم الباقون منهم ترجمة نانسي قنقر